اعلنت حكومة مالي في بيان حالة طوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة عشرة أيام بدءا من ليل الجمعة السبت وكذلك الحداد الوطني لثلاثة أيام بدءا من متصف ليل الأحد الاثنين وذلك في ختام جلسة طارئة عقدتها إثر تعرض فندق فخم في باماكو لهجوم مسلح احتجز خلاله أكثر من مئة رهينة وانتهى بسقوط سبعة وعشرين قتيلا على الأقل وبحسب البيان فإن حالة طوارئ ستتيح تعزيز الوسائل القانونية للسلطات الإدارية والمختصة في إلقاء القبض على الإرهابيين الذين قد يكونوا فاردين وعلى شركائهم المحتملين وصوقهم أمام القضاء وقد دان الرئيس الأمريكي باراك أوباما من ماليزيا حيث يقوم بزيارة رسمية عملية احتجاز الرهائن مرة أخرى نؤكد أن هذه الوحشية لا تؤدي سوى إلى تعزيز تصميمنا على مواجهة هذا التحدي سنقف إلى جانب شعب مالي وندعمه في مسعاه للتخلص من الإرهابيين وتعزيز الديمقراطية مع الحلفاء والشركاء واستمرت عملية احتجاز الرهائن التي تبنتها لاحقا جماعة المرابطون المرتبطة بتنظيم القاعدة حوالي تسع ساعات وانتهت بعملية عسكرية مشتركة نفذتها قوات مالية وأجنبية ولسيما فرنسية شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة